الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وفيه نستعين قال تعالى من المؤمنين رجالا سنقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وعدوا لهم ما ستعدل من القوى ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم نحن من تسبي القوات الخاصة من ضباط صف وضباط وجنود ومن طوعيد واحتياط في الوقت الراهن الذي تمر به البلاد وبإذينة بنغازي من تقلبات سياسية وظهور عصابات إجرابية تكفيرية تعبت بأمن البلاد والأفراد وتقوم بعمليات الخطف والارتيال والدبح وقطع الرؤوس والحرق لأفراد الجيش والشرطة والمواطنين نعلن نحن أفراد القوات الخاصة الصائقة بأن أي مساس يلحق بالوطن والمواطنين سيتم سحقه فنحن مع إرادة الشعب ومعركة الكلامة التي يقوم بها الجيش الوطني بكافة أفرادنا وعلياتنا وأسلحتنا ورهن الإشارة وإنما يدور من شائعات حول دور القوات الخاصة في هذه المعركة فليعلم الشعب الليبي أن القوات الخاصة في قتال مستمر منذ أكثر من سنة ونصف في ضرب أوكار الإرهاب بكافة أنواعه فقد قدمت القوات الخاصة سلسلة متواصلة ويومية من الشهداء والمبقودين والجرحى إلى الآن ونحن في الحرب والمواجهة على هؤلاء الخوارج التكفيرين فأما نحن وأما هم وأن تولى 13 أبراه التي قام بها الشعب الليبي من أجل الظلم والإستبداد وأن ينعم الشعب بالأمن والأمان لا يستطيح هؤلاء الشرادهم الذين يدعون الإسلام فنقول لهم إن الإسلام أبري منهم وإن المعركة مستمرة ونطلب من التوار الحقيقيين المسان لدى والدعم والتصدي لهؤلاء الهابيون ونعاهدكم بأن القوات الخاصة مع بناء مؤسسات الدولة ولن نخدلكم ولن نتهاون في بناء دولة ليبيا الحرى وسنطلب بيدهم الحديد كل من تسوله نفسه بالمساس بتولى 17 أبراه المجيدة وأن المعركة مستمرة حتى القضاء على الإرهاب وندعو كافة منتسبي القوات الخاصة للالتحاق مباشرة بأعمالهم فنحن لا نستسلم ننتصر أو نموت عاشت ليبيا حرى والسلام عليكم الله بلكاته نحن أهل الكرامة وأهل من الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شكرا للمشاهدة